موسيقى Power of Change بودكاست سياسة اجتماعية اقتصادية نتعرف فيه على مجموعات كانت ناشطة خلال 17-20 وبعدها مكملة لليوم هو مساحة نعاش مفتوح على مختلف وجهات النظر فكرة أطلقتها كونراد أدناور سيفتونغ إيماناً بضرورة وأهمية التغيير واستكمالاً لدراسة خارطة المجموعات يلي أعدتها The Pulse موسيقى مرحبا بحلقتنا اليوم من Power of Change بيساعدني استقبل ألفيا صغبيني عن نون عن مجموعة نون وكارل كرام عن مجموعة ستريت أهلا وسهلا فيكن ألفيا وكارل مرحبا وبدون أي مقدمات لحبلش بي سبع أسئلة وبدأ أطلب منكم أنه تجيبوني عليها بدقيقة واحدة بس موسيقى بالنسبة لنون كيف وليش اخترتوا هذا الاسم؟ هو حرف نون حرف مشترك بين نساء وطن لبنان وأهم شي النور والنبض ليش نور ونبض؟ لأنه نحنا من 17-20 اخترنا أنه نطلع من العتمة اللي عايشين فيها بدنا نعيش بالنور والنبض لأنه لنقلهم أنه الثورة مستمرة وبعض النبض حي فينا وما لح يوقف؟ نحنا بستريت مثل ما يعني شارع نحنا تلعينا كلنا على الشارع ما كنا بنعرف بعض قبل واللي جمعنا هو اللي كان عم بيصير بالثورة ومحال ما قررنا نخلق مثل سيحة للناس تعرف الدعوات الأساسية واللي كانت هي عم بيصير في كتير خلبطات ونحنا من الأرض ونعرف شو في على الأرض حبينا نكون كتير دايراكت ستريت ستريت مع أو ضد الدولة المدنية؟ أكيد مع الدولة المدنية ونحنا دستورنا مأخوذة عن الدستور الفرنسي مطرح ما بيتساوي كل المواطنين بحقوق واجباتهم بالدستور لبنان دولة مدنية ولكن للأسف الزعماء عم بيطبقوا الدستور بحسب ما يناسبهم من محاسسات طائفية مذهبية مناطقية فنحنا منطمح أن يتطبق الدستور نصل للدولة المدنية وأكيد طموحنا لأبعد من الدولة المدنية ولكن كخطوة أولى منتمنى يتطبق الدستور وبعدين منحلم بالأبعد نطلع سلهم درجة درجة ومنتمنى إقرار قانون الأحوال الشخصية مطرح ما بيتساوي كل المواطنين تحت أحكامه من هون بتكون الخطوة الأولى لنزعة طائفية من النفوس ومن المجتمع وبعدين منطمح لأبعد كارل مع عدود نحن كمبدأ أكيد مع بس لازم أول شي الناس اللي عم نحكي معهم يكون مفهوم الدولة المدنية واضح وما تكون هيدا الشي عم بيسبب متل خوف على إنه هيدا رح تجي تلغي الهوية تبعيتهم اللي هي بركة مرتبتة محالمة بالطايفة تبعيتهم كتير مهم نحنا ونحكي نقول هالشي نحنا مع الدولة بس شو يعني هالشي يكون مواضح إنه مش ضد شي مش جاي يلغي أي طايفة أم أي انتماء لدين أم أي نوع من الهويات بالعكس يجرب يساعد الناس وتكون متساوية مع بعض هيدا الشي أهم نحنا نوصل هيدا المساج قبل ما نقول بكاستريت يعني أنه نحنا مع ضد بس كما أبدأ يا تانكيو الثورة أو الانتفاضة كسرت كتير من الأيود والتبوز شو أهم بالنسبة لإليك؟ أهم شي إنه هالزعماء اللي كانوا مثل تحفة النية معروضة ومحدود قدامها ممنوع اللمس هيدا انكسرت هيبطة وأهم شي للتغيير أول خطوة للتغيير هي إنك تكسري حاجز الخوف وتسمى الأشخاص بأسماءهم وارتكاباتهم كمان تقوليها على العلم إن كان بالصحات بالطرقات على الأعلام على السوشال ميديا لما تقدري تكسري هالحاجز الخوف وتسقط هيبط هالسياسيين اللي ارتكبوا الفظائع بالشعب من هون بيبلش التغيير أول شي تشتغلي على حالك تسمى الأشخاص بأسماءهم ما تعود تخاف تقولي كلهم إلا زعيمة لا تشوفي أخطاء زعيمك وهيدا اللي حققته صورة 17-20 صار كل واحد منه خايف يسمى الأشياء يشوفها ينتقدها ومن هون بيبلش التغيير كارل بالنسبة لستريت سورح ابني علي كنا عم بيقالبي بخصوص الخوف بس نحنا بتصور اللي نكسر هو خوف من الآخر مش بس اللي هو برأينا نحنا ستريت منشوف حالنا كمجتمع مجتمع بيجمع كتير ناس من من مناطق مختلفة ومن باكرامد مختلفة اتسترا سو أهم الشي بلي شفناه انه هيدا الخوف من الآخر ينكسر لانه اللي عشنا فيه هو عمدة طويل الخوف من الآخر طائفية مسلية سو الخوف من الآخر نكسر وهو كمجتمع نحنا فينا نعمل هالشي يعني نحنا بين بعض بالنائم مش كسرنا شي يعني بنينا محل ثقة بين بعض نقدر نقدم لقدان بجريمة أربع قاب شو بتقوله كنون بالنسبة لقلنا نحنا جريمة أربع قاب هي أم الجرائم كل شي عاملوا فينا وعنينا فيه على مدى سنين ونزلنا بـ 17-20 نطالب انه يوقف رجع تجسد كله بأربع قاب بـ 17-20 نزلنا على محاربة الفساد محاسبتهم استقلالية القضاء ووضع حد للسلاح المتفلت وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني إجا أربع قاب فيه كل هودة من الأهمال للفساد لقتلنا للسلاح أو المتفجرات المتفلتة فمنعتبر انه كل شي عانيناه ونزلنا نطالب انه يوقف رجع تجسد بحدث واحد هو أربع قاب واللي هو منعتبره منه قضية الضحايا وأهليهم فقط إنما هي قضية كل لبناني عانى من هالمنظومة المجرمة اللي تحكمت فيه من خلال 30 سن الماضية ومنتمنى بأربع قاب يوصل لخواتيمه بالقضاء لأنه ما بدنا نعيش شريعة الغاب أنا ما فيه كتير زيد على الأقل لأنه تشخيص طبعا كل الفشل طبعا الدولة وكل صار هو هالجريمة هالكارسة اللي صارت وأكيد بخصوص التحقيق نحنا برأينا هيدا الباب اللي رح يسمح يبلش الدومينو إفاكت هيدا البيب الأساسي اللي نحنا ما لازم نتركه يعني موجود وما حدا فيه خبيه ما حدا فيه خفيه الأعلام شو دوره كان خلال كل هالفترة من 17 شرين لليوم؟ أكيد الأعلام له دور كتير كبير فيه أحكي أكتر شي أنا خبرتي مع الأعلام كانت أكتر بتحركاتنا نحنا كمجموعة تنون بعترف أنه نحنا لو ما لأعلام ما نقدرين أبدا ننوصل الصوت إن كان للطبقة السياسية أو للرأي العام أنه نحنا بتحركاتنا دائما عم نحرص أنه بيش يعاراتنا نكون عم نحدد ليه نحنا منقيين هالشخص شو الأسباب وشو المطلوب منه لحتى الرأي العام نعرف أنه نحنا ما رايحين نتبلع على حدا نحنا عم ننقش شخص لأنه عنده دور محدد هلأ بنطلبه منه والأعلام كتير كتير عم بيساعدنا لما عم بيركز على شعاراتنا لا يوصل رسالتنا شكرا شكرا أعلام وستريت بتصور الدور ما كان بالأول نفس الشي وكيف تطور بتصور بالأول نحنا مرات كنا يعني يوصل الخبر بطريقة ينبيع أمتين عمل حوالي ما بعرف شو الكلمة الاسبسيفيك بس أنه مرات الشغلة هي أبسط أوضح مش عم بقول إنه هيدا شي عام بس صار فيه كتير يعني إحنا أهلنا من الناس اللي ما كانوا موجودين معنا الصورة اللي عندهم إياها مش ضرورة تكون مثل اللي عم بيصير ومرات الإعلام عنده دور بهالشي نحنا عنا دور بهالشي كمان يعني وين قصرنا نحنا كمان مش هم بقول هيدا بس الإعلام بس كمان الإعلام بالآخر هو عم بيفتش على مصلحته وهيدا شي لازم نتذكره مرات إنه بيلحق القوي وبدو يتأكد من الاستمرارية تابعيته كيف ما كان بس لازم نخلي نكون وعيين عه الشي نحنا وكيف هم نتعطى وكيف هم بيوصل كيف هم توصل الرسالة وليش هيدا الرسالة مش غايرة يعني الكل عنده مصلحة محل بس كمبول لازم نكون نحنا كمشاهدين نكون وعيين عه الشي أوكي شو أهمية محاسبة السلطة السياسية؟ كتير مهم تتحاسب السلطة السياسية لأنه مجرد ما تتحاسبت بيرجع الأمل للبنانيين إنه في دولة قانون ودولة مؤسسات هالشي يمكن أكيد بيوقف هجرة مئات ألاف اللبنانيين اللي عم يتركوا البلد لأنه فقدوا الأمل من أي محاسبة ونحن بمجموعة نون من أكد على أنه نحن مجموعة سلمية ما بدنا شريعة الغاب من كلتا حركاتنا مركزة على القضاء لأنه بدنا المحاسبة لأنه عم نلتجي ما فينا نقول للقضاء ككل لأنه منعرف كتير بالبلد صار فيه القضاط الفاسدين صاروا شريحة كثير كبيرة ولكن نتوجه للقضاط للنضاف لبعدهم بدون يحكموا ضميرهم أنه يوقفوا حد الشعب لمحاسبة السلطة كرمال نوقف هالنزيف بالهجرة كرمال نرجع حقوق المسلوبة إن كان من المصريات اللي سرقولنا إياها أو من تفجيرنا بأربعة آب أو بكتير إشي عاملوها على مدى سنين فأكيد المحاسبة كتير كتير ضرورية لحتى اللبناني دال عنده ولو أمل بسيط إنه ممكن يقدر يكمل بها البلد هو أولاده كارل السؤال هو أهمية المحاسبة السياسية أم السياسيين كحسبهم كذا يعني انتخابات أم نحكي انتخابات لا أهمية في ناس بيقولوا من الماضي من ننسى مثلا ومن ببلش صفحة جديدة لأتسى إنه خلينا نعفى عنهم واتفر بتصور يعني ما بدي أرجع على هيدا الموضوع بس اللي صار بالحرب الأعفى اللي صار بالحرب بتصور أنا هيدا خطأ كتير كبير مش لأنه ما من أمن بالأعفى بس لأنه تفرجى لكل الناس إنه حدا فيه يعمل جرائم هائدة ويمشي ويكمل وهيدا الشي كمل وطالما فيه إكسابشن رح كل الشعب رح ياخد هيدا الإكسابشن نحنا رح ناخد هيدا الإكسابشن ولمشي فيها ضروري 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 إنه القضاء هو يكون يعني دولة إنون دولة حق دولة إنون منبلش بمحاسبة السياسيين تلك اللي يعرف إنه القضاء أعلى من كل شيء الإنون أعلى من كل شيء آخر سؤال طبعا بإطار المحاسبة شو أهمية الزيارات على منازل السياسيين الوزراء والقضاءات وأنكم تعلوا الصوت شو أهمية هذا الموضوع نحنا منركز كتير بتحركاتنا على على زيارة القضاء السياسيين طبعا ولكن دي مجموعتنا على زيارة القضاء ببيوتهم لأنه ومنعمل كمان تحركات قدام أسر العدل بس ممكن على أسر العدل كل قادي يفكر حاله منه معني طبعا نحنا بنقصد نروح ع بيوته ننوجه له الرسالة بالمباشرة وبالشخصة إنه أنت فيه بين إيديك كذا 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 وإنت قادر تعمل كذا 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 ومن هون منعول على ضميره لما نكون عم نوجه له رسالة قدام عائلته وقدام محيطه وجيرانه منعول على تأثير محيطه عليه يمكن فيه فيه قضاة عيالهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا فمنعول على هالموضوع لما نروح ع بيوتهم ممكن يصير فيه نقاش بقلب البيت ممكن هو ينظر لأولاده ويفكر إنه يمكن كان أولادة يمكن كانت مرتة لشناك كتير بهمنا إنه هايدي الزيارات على البيوت لأنه بتشتغلي على ضمير القاضي بتبعد شوي عن هالجسم القضاء المهترق وبتروحي بتقولي بركي فيه واعي فيه هالضمير بالنسبة لأستريد فيه طبعا هيدا هاللير فيه كمان الفكرة إنه نحنا موجودين ونحنا قدرين نوصل لهون ونحنا رح نضل نذكر ومش بس عم نضوع على هالشخص بس عم نقول له إنه يعني هني إزيونا ببيوتنا وفيه فيه فكرة الخوف كتير مهمة نحنا وقتا كنا تحت بيت جميل السيد جميل السيد معرف من تحت بيته صار يتهم غير سياسيين صار فيه جوابات بين بعض صار فيها هو هيدا الخوف الآخر مش بس موجود عنه موجود عنه وين مكان هيدا فينا نستغله كمان وكمان أكيد الضمير مثل النقطة الماء اللي نحنا ون يمين نوحية مش رح تقزينا بس لحظة الموجودة وبركة تخلينا وعيين على مدى طويل بمحال ما مايرتاحوا بس مش كمان سلمية مش جايين نقز حدا بها الطريقة بس جايين نحنا نذكر إنه في خطأ صار والخطأ موجود هون ولأ مش حدا كمان بعيد عن إيدان الشعب بهالطريقة نحنا عتينا صلاحية لهالسياسيين بالآخر مش العكس وهيدا لازم يتذكر يعني وبينسحب بإيدانا كمان شكرا كتير على التزامكم بالدقيقة فاصل ومنرجع موسيقى ننتقل هلا لمساحة النقاش المفتوح ونحكي أكتر على التحركات النوعية اللي انتو كتير ضليعين ومشهورين فيها بدنا نفوت أكتر بالتفاصيل فكرة حكيتوا عن فكرة ليش فكرتوا تنزلوا على الأرض بطريقة نوعية بس خبريني أكتر كيف بلشت جمعتوا بعضكم مين كنتوا وهيدا التفاصيل في تحركات كنا نشارك فيها بالأول مشتركة بين نساء ورجال شباب كبار صغار نروح عبيوت السياسيين والنواب لازمنا نحنا عم نشارك فيها بس نحنا كمجموعة تنون ما عم نشتغل على تحذيرها إنما على تحذير عم نشتغل على التحركات النسائية أكتر بتكون على البيوت يمكن كارل بيقدر يفيدك أكتر كيف بلشت تحركات على بيوت النواب كنت أنا مشاركة فيها بس كانوا ستريت يدعو لها بالأول وإذا بدك نرجع لقلب التحركات النسائية اللي هلأ ماشيين فيها يا سكارل أنتو من اسمكن كستريت ومتل ما قلت يعني أنتو كنتوا مقررين إنو تكونوا على الستريت صح كنا مقررين نحنا نكون شغلنا الأرض تنظيم الأرض يكون نعمل تحركات شوي مختلفة من بس دعوة ويكون فيها بداية ونهاية مع مساج واضح مع رسالة واضحة صح كما راتحة بيوت النواب كنا نسجل قبل ما نروح صوت ونروح لأونيك ما نجعلهم حال قدة تحضيرات قوية وما كان حدا يعرف لون راحين كنا نحط نقطة اجتماع يجتمع الناس وكون في سيارة هي ماشية بس عارفة لون راحين من أسر الجمهورة لغير بيوت عدد كبير كان هيك الشغل يصير هيدي بخصوص تحركات ببيوت النواب كنا نعمل غير تحركات لأنه محال ما قررنا أنه نحنا المهمة تابعنا هي التوعية وكمان يعني معرفة تشاركوا بالمعلومات بالمعلومات الموجودة ومعرفة التحركات الموجودة مهارات نعمل تحركات لغير ناس ندعي لغير ناس يكون هناك تحرك على الأرض نريد شيء معين نساعد بها الطريقة ورحنا أيضا فتنا بمساعدات بفكرة التوعية لا نساعد يعني نساعد يكون هناك شيء بديل تمكين التمكين هالناس يقدروا يعيدوا هاليكسبرينس هن بلاينا بقى بس بخصوص التحركات كان هيدا التحذير يكون في بوستات حتى نعلوم أنه راحين على بيت ونحنا نكون راحين على بيت حدا تاني يعني سرية الموضوع كانت مهمة أو في تكتيك كان ورا كل هيدا التحركات كمان نحنا كمان نعتبنت السرية الكاملة بس نكون رايحين على بيت حدا وبيبقى في عدد قليل من المجموعة بالاتفاق مع الكل أنه في بس كم شخص بس بيعرفوا بالضبط لوين ومعونا اللوكيشن وي دونت شير لوكيشن إلا يمكن لآخر خمس دقائية عادة منمشى ورا بعضنا السيارات حتى الأعلام منقلهم نحب تجو معنا بس بليز ما تسألونا لوين ما تسألونا أي منطقة ولا عند مين إذا بدكن نلتقى بهالمكان وبتمشوا ورانا وجمالا على الطريق قبل بعش دقيق ببعثلون لوكيشن بس كرميل ما يضيعوا يعرفوا نحنا وين السرية كتير كتير مهمة بهيك تحركات لنقدر نوصل لتحد بيته لها الشخص اللي رايحين لعنده لأنه نحنا بدنا نوصل نسمى عائلته وشارع وجيرانه فإذا عارفوا فينا قبل وقت لحيتسكر الشارع من أول وما نحنا نقدر نوصل أوقات بسكروا منطقة بكاملة مثل بس ننزل على عين التيني منبقى 2 كيلومتر بعض عن عين التيني ما منقدر نوصل هل قد التحديات صعبة يعني أكيد فينا نلمح شغلتان يمكن صعوبة المواقف اللي عم تحطوا حالكم فيها والخوف من شو معقولين تكون ناطركن وبنفس الوقت الشجاعة الكتير كبيرة والإصرار أنه أنتو استل بالرغم من هيدا الخوف عم تنزلوا خبرونا أكتر على هيدا الفكرة أنه نحنا محال ما أخدنا أخدنا مش القرار بس كنا بمحال لقينا حالنا بهالمحال وقررنا نكون قد المهمة بمحال ما بوقتها نكون قدرين نحنا كنا دايما موجودين وبمحال ما كنا نحنا القدرين ندفش بعد هال 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 كان علينا نعمل هالشي كان علينا نقدر ندفش نوصل ل اللي كنت عم تحكي قبل عن الخوف أنه لا فينا نروح وما حا يتقوص علينا وما حدا حيصل له شيء لأنه ولا رايحين نقتل حدا ولا رايحين كب حجار ولا رايحين نحروق بيوت رايحين نعبر عن رأي كتير واضع بركة برأي الناس كنا نحط حالنا بخطر وبركة تقزينا أكتر من مرة برأينا كنا نعمل لمفروض نعمل هي مش أنه نخاطر بحياتنا كان المهم المهم كان أنه نوصل للرسالة ونكسر هايدي كمان فكرة الخوف أنه لا قادرين نكون موجودين شو أصعب المواقف اللي هيك تذكروا بهالسنين شو أصعب مواقف؟ نحنا ما رأنا بوقفات عملناها صحيح كان فيه خطر علينا يمكن لو نحنا عاملينا علنية والناس سرية بيجي عدد أكبر وبيكون منحس بيكون في أمان أكتر لما كل ما زاد العدد كل ما ما بيتعرضوا لي بس نفس الوقت لما بديك تعالنية يعني كثير خير الدولة بشتغلي مظبوط وحتى هيك الناس بيوصلوا لأخبار وبتذكروا علينا طرقات فاضطرينا نعملها سرية بأعداد ضئيلة بس هايدي الأعداد ضئيلة عم بتسبب أنه نحنا نحط حالنا بخطر لنوصل هالرسالة ويعني نزلت عين التينة وقتا كنا سوا ما بنسيها أبدا كنا بسياراتنا نحنا ما نزلنا من السيارات هجموا علينا على السيارات كسروا لنا سياراتنا كسروا لنا لأزاز شايلوا الأعلام اللبنانية من قلب السيارات طلبوا منا بس نمروا من عين التينة ما نحمل الأعلام يعني هايدي أنا ما بنسيها أبدا مش من زمان كمان كنا على بيت قاضي اللي هو بيطبق العدالة والقانون مرافقه الشخصي على مسمعه وأعينه وأعين عائلته تهجم علينا وسحب الرشاش علينا وخرتش الرشاش وكنا نحنا 12 من مجموعة تنوع يعني هايدي هايدي المشاهد ما بنسيها بس بقول أنا بالنهاية هني عم بيفرجوا وعم يفتحوا حالهم وعم بيفرجوا الوجه السيء قدام الأعلام هلأ وقتل كنا عند القاضي صراحة منعوا كان في معنا أعلامي واحد وهجموا عليه ومنعوا يصور بس نحنا منجرب إنه قبل ما يكسروا لنا التليفونات نقدر نسور ونبعث عالسوشال ميديا شان بيصير معنا عندك غير مواقف؟ لا بتصور الكل عنده مسؤولية بالوقتها ينزل عشرة أم وقتها بده يكون موجود ونحنا بتصور هيدا الشي كتير مهم إنه نحنا مش عم نجر ناس على محل أمام ناخدهم على محل ما وكلنا بموقع كتير خطر وصعب بس كل واحد منا عنده مسؤولية ياخد هالقرار ويكون موجود أكيد ننتبه كلنا لبعض وبطريقة كيف منكونا منتحرك بيكون الكل عارف الكل وين فيه سيفتي محل ما وفيه ناس مهتمة بهالشي بس أكيد قد ما فينا ما منجرب الخاطر بحيد حدا يعني بس أكيد الكل عنده مسؤولية لأنه هيدا وطننا كلنا لفتني بستدي وقتا كنت عم بعمل الانتربيو معك إنك كنت كتير مع إنه ستريت وعم ينزلوا على الأرض بس أنت كنت كتير موضوعي وكنت كتير يعني ما عم تحكي من موقع مثل حقد أو كره كنت عم تحكي من موقع عم طالب بحقي وكل الفكرة تابعتنا إنه نحن مش جايين نضد مش جايين نكسر مش جايين نمحي عم نلغي جايين نبني دولة البلد مجتمع سوا وكلنا برأيي كلنا عنا مسؤولية يعني حتى أنا صار عم لي 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 لبسنيها بأول أكتاء يعني أول نوفمبر 2019 كلنا يعني كلنا مسؤولية حرية عدالة وكرامة وفكرة كلنا يعني كلنا هي هيك صح نقت ذاتي بالأول تنقدر نبني شيء برأينا كمان حكيت ألفيا عن الباك أب اللي لضرورات تكتيكية ما عم بيكون كان معكن حكينا أكتر على الشباب أو الستات يعني خليك تحكي عن الستات بركة أكتر اللي كانوا معكن اللي هن المفروض الباك أب لما بتكون ياهون وشو دورون وشو أهمية إنهم ستات مش رجال بالتحركات على الأرض صراحة نحنا كنا منتمنى كل التحركات تكون مشتركة بس اختبرناها كذا مرة إنه يمكن لحد معين التحركات النسائية عم بتكون أقل خطورة على اللي مشاركين فيها هيدا مجتمعنا العربي للأسف عم بيضال في عندهم شوية احترام يعني كتر خيرهم لما بيشوفوا نساء لحالهم إلا بمطار حمعينة ما عم بيميزوا بين مرة ورجل فمشين هيك صرنا أكتر نشدد على إنه خليها نسائية خلينا نتجنب الخطر نحنا ما نرايح نحنا عنا كلنا عيال يعني أغلبنا نحنا بالمجموعة في معنى صبايا وفي معنى الأغلبية نساء عندهم أولاد وعندهم عيال ويعني نحنا ما برنا نروح نكب حالنا بالنار بس بنفس الوقت نخليها نسائية بركة شوية يعني منخفف شوية خطر لما بيكون في رجال بيصير في مشاكل أكتر وبتعرفة يعني بالعقلية هون هالمجتمع إنه في رجال ومنعنزل ومنعنخبط وبدنا نعمل يعني العنصر الشبب مش رجال يعني بركة اليونجسترز أكتر يعني تلميذ الجامعات أو غيره كمان بيأسروا يعني قديش أهميتهم بهيك تحركات وقديش ممكن هن يكونوا قد أولاد الناس اللي عم بيكونوا فيسينجيو نحنا كتير جربنا نحنا يكونوا معنا بس ومحال ما كانوا معنا وأكيد بس شفنا كمان مشاهد وعتى الطلاب كانوا عم بينضربوا وينضفشوا محال ما صار فيه خوف كمان إنه هالمسئولية قديقة فينا نجر ناس مثل ما كنت عم بحكي قبل إنه لأ أنا بركة مش قادر لعمره عشرين أو اتنين وعشرين هو كمان قادر يقرر مثل بألفين وخمسة كنا نحنا بالمدرسة كنا ننزل كنا بعدنا بالمدرسة كنا عمر 12 ومن كل المدرسة تنزل كنا ناخد هالقرارات ونقعد بمحلات قادرين نعبر عن قراءنا ونفس الشي للشباب أكيد كتير مهمة وفي الانتخابات الطلابية وكل اللي عم بيصير يعني نحنا بنسعى يكونوا دايما معنا بس كمان برجع على إنه كلنا عنا مسئولية هنه كمان عندهم مسئولية يكونوا معنا يكونوا بدهم يكونوا معنا قبل ما ارجع على شو معقول يصير بغير الشارع من خلال هالمجهود الأمهات أو الستات أو الشباب بدي أسألك ألفيا كأم لما تلاقي ولادك ولادك كانوا عم ينزلوا معك أو صحيح عم ينزلوا معك شو الشعور كأم وهالولاد عم بيكونوا حديك ويمكن هن معرضين أكتر منك أو شعور كتير صعب كتير كتير يعني يمكن أكتر لحظات خوف عشتها بحياتي لما كانوا ولادك عم يتعرضوا للهجوم المضاد خاصة بما صار معروف ميليشيا ميليشيا المجلس كانت هاي دي أصعب لحظات بعيشها وأكتر لحظات خوف بعيشها بحياتي يعني شوف ولادك قدام بدي أهجم معهن بس بنفس الوقت بدي أحميهن هيدا الشعور أنه أنت بدك تكون قدام بس أنت ابنك كمان قدام هل بتهجمه هل بتروح بتحمي ابنك هيدا يعني هيدا الموقف كتير كتير صعب بس بس ما وقفك لا ما وقفني ما خليك ما ترجع لا ما ترجع لما نزلتوا على الطريق أولادك أو أنت لا أنا لما بلشت كنت بعدني مسافرة وكان أولادي هون بلشت أولادي وأنا متحقت في هون كارل موضوع اللي عم تتعم تحكي عنه ألفيا السلطة القمعية اللي هي خارج بركة إطار الدولة كمان عنايتوا مننا؟ أكيد، مش بس أكيد، عم نعيني منا كأفراد وكأنتي، كجروب كمان، هلأ قمعية في اليوم كمع نضرب على الشارع، في كمع الميديا أطلتز طبعونا محل ما نحن نكون منوصر رسالات في الميات الروبوتس اللي عادينا بيعملونا ريبورتز تا يساكتونا وهي نفس التفكير، يساكتونا، أكيد خارج إطار العدالة، خارج إطار، مش موجودين محل ما حدا في لقيهم، أسميهم بركة مرات من لقي حدا بس، ولا، وهسار في مثل يعني إيلة الخوف، إيلة الخوف، بيستعملوها بطريقة منظمة منظمة بس، تكسير، أم الغاء، ما في محل ما تفاهم، في بس كمان لأنو بالستادي حكيت عن الفيفت كولوم أو الطابور الخامس أو الانفلتريترز اللي هن بيكونوا مندستين حتى يعني غير الحراس الشخصيين أو غيرهم، في ناس بيكونوا موجودين هن عم يلعبوا هيدول الدوران مظبوط؟ صحيح، وزير الداخلية، هذا يعني على أيام وهو يعرف كيف كانوا هن يبعثوا الطابور الخامس، أنتو صرتوا بعتقد صار فيه نوع من نضوج أكتر بمعرفة هول أشخاص، صرتوا بتعرفوا بعضكم كفاية إنو قدرانين يعني تفلتر؟ إلى حد ما، إلى حد ما يعني اللي صلنا فترة ما بعض على الأرض لنا نعرف بعض، بس عطول في أوجه جديدة بتاخد كتير وقت لتكتشفيها إنو جاية بأجندة معينة ومتصوصة بيناتنا أكيد. شو بتحب تقولوا للسياسيين اللي بيبعتوا لكون هول أشخاص أو اللي رفعين الغطا عن هيك أشخاص، شو بتقولونهم؟ أنا بحب أوجه رسالة مش للسياسيين، للأشخاص اللي عميجوا إنو بعد كل اللي صار، كيف بعتكن بتدافعوا عنهم؟ شو أمنو لكم؟ بس إنكم قدامكم ما بتفكروا بنسائكم، بولادكم، شو أي حياة، أي مستقبل عطل عيالكم ولولادكم؟ ما بفهم بعد أنا إنو في شخص ممكن يدافع عن هالسياسيين اللي صار مكشوف لكل العالم من بعد 17-20 كل الارتكابات اللي عملوها بحق الشعب بتمنى عليهم، بتمنى عليهم لا هو دي اللي بيجوا بيهجموا علينا لأنه الزعيم قاله نهجموا عليهم، يحكم ضميره، يفكر إنو اللي قدامي هو ما عم بيطالب بشي بس لإله، عم بيطالب لإله ولإله، عم بيطالب لكل مواطن بدو يضل بهالبلد وعيش حياة كريمة كارل شو بتقلهم؟ أنا بتصور المشكلة أهم من هيك، أنا بس وجه لهم فكرة لأنو وضع البلد ممسوك بقيلة الخوف وفي هول الناس مثل كتير بالمجتمع، حياتهم مرتبطة بهالزعيم، بهالزعيم، بهالناس لأعلم منهم، حيات ولادهم مرتبطة فيها، درس ولادهم مرتبط فيها، طبابتهم مرتبط فيها، وهيدا المحاصصة هي اللي بتأدي لشو عم بيصير اليوم؟ لو حتى بركي هولي ناس بيكمعوا غيرهم، في غير ناس بيسكتوا عشي، في غير ناس بيقطعوا تحويلة، في غير ناس هيدا هيدا يعني مش بس رسالة أنا في وجهة لهالناس هي وضع البلد الموجود فيه بغياب القضاء، بغياب حدا يقدر يروح يجيب حقه من محل، ما ممكن نحنا نتجنب هيدا المحاصصة، وهل تقطيع الجاتو بطريق ما، مش نيك القضاء هو اللي بيأمن للمواطن انه قادر يسترجع حقه، وقادر هو يكون مواطن، هيدا المشكل، لانه هول الناس حيالنا حيالا حدا منا في يكون يوصل بهالموقع بمحل ما بحياته، من وراء أساس اليوم مش قادرين نعرفها ومش شايفينها، بس ما بتصور حدا بيقرر انه هو هيك بيكون طب شو بتقطرحوا تكون the way forward؟ أو هلأ بعد خبرتكن على الأرض وشفتوا وشفتوا كل كيف عم تنلعب الأمور؟ شو بتقطرحوا كخطوة متقدمة أكتر من فقط النزلة وغيرها؟ هلأ بآخر ست سبعة شهر فيه ناس بقيت على الأرض عم بتتحرك، فيه ناس توجهت لتنظم حالة سياسيا فيه فيه أحزاب خلقات، أنا بلاقي انه كلهم هودة بيكملوا بعضهم، فيه ناس بتقلك ما بقى فيه ما بقى فيه وان هي الثورة؟ شو عملتوا؟ وان الأرض؟ وان التحركات؟ ما بنشوفكم أربعين واحد، خمسين واحد، مش مهم؟ مهم نوصل الصوت في غيرنا عم يشتغل على غير لفل، هو قاعد بمكتب وهو عم يكتب بمقال، هو عم بيحضر للانتخابات، كلنا بالنهاية لحنكمل بعضنا، ونحنا كمجموعة تنون مؤمنين أنه الأرض لازم كمان تضل عم بتوصل الصوت، ولو بأعداد قليلة، غيرنا عم يشتغل بغير محل، بالنهاية كل هالجهود بدأت تصب بنفس الهدف بالآخر كارل محل ما بتصور أنه لازم الكل يخد كل واحد بين حاله أنه أي بلد بده يعيش فيه ومن هالمنطلق بس يشوف كيف بده يشتغل مع الناس اللي حواليه، يعني لو حتى رأيه مش مية بالمية اقتصادياً، لو حتى رأيه مش مية بالمية بطولة المدنية اليوم، عم بحكي أشياء اللي بتختلفوا فيها أو فيها تباين يعني بش بس أنه نحنا اليوم عارفين برأيي الثورة هي أهم شيء أنه الناس اللي موجودة أنه بده بلد بساعنا كلنا، ما بده بلد بساع بس فئة معينة من الناس بالعكس نحنا بدنا بلد يساعنا كلنا، بيفكر هيك وبيفكر هيك وبيفكر هيك وما حدا يكون بزهن إنه بدنا نلغي بعض فمن هالمنطلق نحنا الأداء اللي بده يتغير برأينا بالسياسة لقدام إنه الأداء تبعنا يتغير الأداء تبعنا نحنا ومنخوض هالمعركة اللي جاية قدامنا بالسياسة يكون غير إنه إلغاء عم بلغي التاني عم ما بلغي، لا نحنا قدرين نكونا بنشتغيل على نظرة للبلد كلنا متفقين عليها وكل واحد عنده طريقة مختلفة يوصل عليها تحس الحوار مثلا؟ إنه طاولات حوار، لقاءات، يعني أكتر نحكي مع بعض؟ أو انتخابات؟ قبل ما نختم مش هاي أم هاي، أكيد مش هاي أم هاي، اليوم صار في كتير حوار بإخر سنتين بالثورة يعني هيدا الخوف طبع الآخر، يعني اليوم أنا الناس اللي حوالي بستريت 200 شخص ما كنت أعرف حدا منهم وما كنت رايح عضياءهم وما كنت بيرم معهم وبتصور كتير منا هيك وما كنا نوجدنا نحنا هون لو كل شي صار بالبلد بإخر سنتين أنا برأيي يعني لو حتى ناس النتيجة هيك مش واضحة بس نتيج بالسياسة وبالشعوب عشرين، ثلاثين، أربعين سنة مش بس أنا برأيي تغيير فيه تغيير مش معصدي راح ننتو ثلاثين سنة بس محل ما كمان مهم ناخد مسؤوليتنا كمان دور المرأة السياسة يعني هلأ في نحنا عنا انتخابات موضوع القوة النسائية مش عم يعني عم بيكون فيها ديلاي مش عم بيجرب ما عم بيقبلوا انه يمروا شي عن القوة النسائية ما بعرف شو رأيك بالقوة النسائية بالعموم بس انه قدي برأيك لو كان في عنا سيدات بمواقع القرار والسلطة وبالمجلس النواب يمكن وبكل المجالس المنتخبة قدي برأيك بيصير ممكن يكون في فرق؟ عم تسأليني عن القوة النسائية ما كان مستغرب بيظل هالمنظومة انه تسقط يسقط القانون ويعتبروه انه هيدا شي سنوي مش بحاجة انه يبحثوا فيه لانه عندهم امور كتير اهم بس اكيد كنا منتمنى او منتمنى بالمستقبل تكرها القوة اذا بنا نعتمد على الوعي المجتمع ما لا حتصير فلازم تصير باكرار قانون بهالموضوع لانه المرأة هي اولا ام ام لعائلتها وام للمجتمع وعندها وعي سياسي والحس الامومة اذا هوا دي اجوا مع بعضهم حس الامومة والحنان والعاطف مع الوعي السياسي بعتقد وجود المرأة اللبنانية بمراكز سياسية اكيد اكيد بيحسن كتير بالمجتمع من نون النسوة والشارع من الجراسروتز اليوم حننهي حلقتنا المميزة واكيد الى يعني ان شاء الله لقاءات مقبلة بتشكر حضوركن الفيا عن نون وكارل عن سريت شكرا للي تابعونا وإلى لقاء بحلقة مقبلة موسيقى